قادي الطبق وقادي الوصفة ممكن بقى تعمل لنا كيكا الرد الطبيعي هيكون هي فين المكونات فين الدقيق فين البيض علشان نعمل كيكا بدون مكونات مفيش كيكا وكذلك اللغة يا صديقي مفيش كلمات مفيش لغة أصلا في الفيديو ده ان شاء الله هشارك معكم طريقة لو طبقتها هتخليك تحفظ آلاف الكلمات بدون مجهود وتحتفظ بهم للأبد في الذاكرة طويلة الأمد وعلى آخر الفيديو فيه تحذير مهم جدا جدا تسمعوا لانك لما سمعتوش ولك اننا عملنا حاجة السلام عليكم ازايكم وعملين ايه يا رب تونو بخير انا اسلام وانتوا بتتفرج على ايزي انجليش مبدئا كده ايه الطريقة هتخلينا نحفظ آلاف الكلمات بدون مجهود ونحتفظ بهم في الذاكرة طويلة الأمد للأبد قبل ما جاءبك على سؤال ده يا صديقي لازم تعرف عقلك بيشتغل ازاي اصلا عقلك صممه ربنا سحوه وتعالى علشان ينسى الحاجات ويفتكر الحاجات المهمة فقط لذلك انت عندك معلم الزاكرة الزاكرة قصيرة الأمد ودي اللي بتحتفظ بالمعلومات لفترة قصيرة جدا زي مثلا انت نازل تشتري ايه وطالع تاني والزاكرة دي عيبها انها بتمسح المعلومات اول باول ليبقى تخال ان انت بتحتفظ بالمعلومات اللي انت بتقابلها خلال يومك في عقلك هكيد عقلك هانفجر تمام اما الزاكرة التانية بقى واللي هي الزاكرة طويلة الامد واللي هي بتحتفظ بالمعلومات لفترة كبيرة جدا لدرجة انك ممكن تكون فاكر موقف حصل معاك من عشرين سنة كأنه حصل مبارح ودي بتحتفظ بالمعلومات المهمة جدا لك انت زي اسمك اسم عائلتك عنوان بيتكو ومين افراد عائلتك والزاكرة دي علشان تخزن فيها المعلومات لفترة طويلة لها طريقة معينة تدخل بها المعلومات لانها برضو بتحزف المعلومات اللي مش مهمة والطريقة دي هي اللي نتعلمها ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي ندخل المعلومات والكلمات في الزاكرة بعيدة الامد طيب تعالوا بقى نتدرب على مثال عملي والخطوات اللي هنقولها دي مش عشوائية ولا من تأليفي دي درسات علمية منشورة وهسيب لك اللينكز تحت الفيديو نفرض يا جماعة ان احنا عندنا كلمة دينجرس تمام خلي بقى انه المقطع التاني رس دينجرس مش دينجرس تكره بمستر ومس مس على وزن دينجرس يبقى دينجرس معناها ايه مش هولك المعنى بالعربي ولكن هجب لك صورة علشان تربطها بصورة دينجرس يعني الصورة دي خطير دينجرس تمام اول خطوة صديقة تعملها انك هتسمع الكلمة دي هنسمح من فين يا اسلام عندك موقع خطير اسمه يوجلش الموقع ده هتدخل في الكلمة وكمان ممكن تختار يو اس ولا يو كي يعني نطق البريطاني ولا الامريكي والموقع ده لما تضغط على كلمة سيت هيجيب لك ملايين الفيديوهات بتنطق الكلمة دي نطق ناس طبيعيين وكمان ممكن تهدي السرعة او تزود السرعة اسمع كده طيب سمعنا الكلمة من متحدث اصلي نعمل ايه بعد كده نجيبها الاهم خطوة وركز معي في الخطوة دي لانها مهمة جدا وفيها الزيتونة بعد كده يا صديقي هنكتبها ليه هنكتبها لانه قيدوا العلم بالكتابة وربنا علمنا كده من 1400 سنة في القرآن الكريم لما قال لنا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه يعني الكتابة هي اللي بتحفظ العلم تمام هنقسم الكلمة دي لتلات مقاطع لانها كبيرة وهتعمل كده هتكتب بايدك هتبص بعينك هتقول ببقك هتسمع بودنك تاني هتكتب بايدك هتبص بعينك هتقول ببقك هتسمع بودنك لانه في الحلقة دي نسبة التركيز هتبقى 90% لانك بتستخدم كل الحواس مش زي الطريقة اياها الطريقة الشفوي اللي انت كنت تمسك الكلمة وتردد وتقول دينجرس 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 وانت بتفكر في الكفتة او مثلا بتقول الكلمة بتفكر حاجة تاني لأ الطريقة دي بتخليك مركز بنسبة 90% وانا هعمل معاك وكده دلوقتي تعال نعمل مع بعض دينجرس 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 طيب كتبنا بقى الكلمة بعد كده يا صديقي هتسيبي الكشكول اللي انت كتبت في ده وتجيب كشكول تاني او ورقة تانية وتعمل تشاك على الكلمة دي يعني تكتبها تشوف تكتبها صح ولا لا اذا كتبتها صح فانت كتبتها تماما لو كتبتها غلط ارجع شوف الخطأ اللي انت كتبتو فين فأنا ما اقطع بالزبط وارجع اكتبها زي الطريقة الاولى مرتين كمان وارجع سمحها النفسه طيب يا مستر ينفع احفظ الكلمانات كلهم وسمحهم كلهم لا كلمة كلمة واحدة واحدة العبرة مش بكم الكلمات العبرة انت بتتقن كم كلمة خلاص طيب دلوقتي احنا عرفنا الكلمة ربطناها بصورة وكمان حافظنا متاحة وكتبناها نجي بقى لاهم نقطة في الموضوع وهي استخدم الكلمة في سنتنس استخدم الكلمة في جملة تماما اول حقا هنقول جملة بسيطة جدا من كلمتين احبا اقول موقف خطير دينجروس ستويشن تمام اسمع بقى كدة دينجروس ستويش نجي بقى دينجروس ستويشن ت stato 페يسي US joy هنالك انت أول بساسة وهو خطير هسو كده اobe هل ليس بتقديد شيء احفظ هل ليس بتقديد شيء احفظ كابتن هل ليس بتقديد شيء قديم في تركيبه الغوائيه اسمناها ودي معناها خطير لي فلعاوز اقولك الموقف ده خطير عليك فاقولك اسمع كده عاوز اقول هل الموقف ده خطير نسأل سؤال بسيط جدا معناه هل ده خطير اسمع كده عاوز اقول هو خطير قد ايه بكل بساطة هتقول هاو دينجرس هاو دينجرس معناه الى اي مدى الموقف ده خطير هاو دينجرس هاو دينجرس اسمع كده اخر حاجة بقى عاوزين نقول ايديم يعني تعبير مجازي لعلاقة بالكلمة دي فيه تعبير مشهور جدا اسمه دينجرس جيم حد مثلا بيعمل حاجة خطير فاقوله خلي بالك انت بتلعب لعبة خطيرة انت بش عدها نفسي التعبير بالعربي هو بالإنجليش اسمع كده اذا الشكل النهائي للصفحة بتاعتك هيبقى كده كتبت في الفلونسي يعني في الطلاقة تمام لو انت عملت كده فمبروك عليك الكلمة كده بقت في الزاكرة طويلة الامد ولكن في حاجة مهمة جدا لازم تعملها وهي انك تراجع الكلمة دي بعد اربع عشرين ساعة بعد اسبوع بعد شهر المعلومات ولكن اذا رجعت للمعلومات دي مرة تانية ورجعت عليها بعد يوم وبعد اسبوع وبعد شهر فالذاكرة بترجع تشتغل مرة تانية فمهم جدا تشوفها مرة تانية لو انت عملت الخطوات دي اضملك بنسبة 100% انك هتحفظ الكلمة دي في الزاكرة بعيدة الامد للابد اخر حاجة يا جماعة اقول لكم على شوية نصائح لو طبقتهم هتحتفظ بالكلمات في الزاكرة طويلة الامد للابد اول نصائح يا جماعة احفظ في المرة الوحدة عشر كلمات ما تكترش عن كده مش بقول في اليوم كله عشر كلمات لا في المرة الوحدة يعني ممكن الصباح تحفظ عشر كلمات الظهر تحفظ عشر كلمات وكمان قبل ما اتنام عشر كلمات النصائح الثاني يا جماعة استخدم الفلاش كارز لانه في بعض الكلمات بتبقى مستعصية عليك مهما عملت معها برضو بتفضل نسيها بمهمتها البساطة هتجيب ورقة تطبع عليها من ناحية الكلمة والجملة ومن ناحية التانية صورة لها علاقة بالكلمة دي فبالطريقة دي انت بتشوف الكلمة قدامك والجملة وكمان بتشوف صورة عليها فبتربط الكلمة بصورة وعقلك بيفتكر دايما الصور مش الكلمات الملفاردة النصائح الثالثة يا جماعة اتعرض للكلمة دي كتير شوفها في فيديو اسمحها في ريديو اسمحها في تيريفيجن شوفها في مقال شوفها في كتاب شوفها في مقابلة تلفزيونية واستخدمها الدراسات بتقول ان انت لازم تسمع الكلمة دي وتتعرض لها وتستخدمها على اقل عشر مرات لو استخدمتها عشر مرات فبالتالي مش هتنساها ابدا النصائح الرابع يا جماعة سجل لنفسك عن طريق كليفونك وانت بتقول الكلمة دي فالأول هتسمع صوت نشاز ده عادي جدا ده صوتك لكن بعد كده هتتعود عليه وبالطريقة دي هتعمل مقارنة بين نطقك والنطق الاصل لكلمة فبالتالي هتعرف انت بتغلط فين وتصلحه النصائح الخامسة يا جماعة لازم يكون معك nodebook. النوتبوك ده بتسجل في الكلمات دي بطريقة الناقلنا هيتنا من شويةة وتستخدم فيه الوان وتحتفظ بيه في كل مكان وكل شوية ترجع له زی ما اتفقنا النصائح السالسة يا جماعة استخدم طريقة الغمر يعني اغمر نفسك بالكلمات استخدام طريقة اسمها طريقة الستيك نوتس الستيك نوتس الصغيرة دي هات بقى الستيك نوتس دي و اكتب عليها الكلمات المفروض تحفظها في اليوم ده و اغمر نفسك بيها حطها في مكان انت متواجد فيه دايما النصيحة السابعة جماعة و دي اهم حاجة اربطها بلغتك الام بعض الكلمات في اللغة اللي انت بتتعلمها بيبقى لها معاني في لغتك الام زي مثلا الكلمة فول واللي معناها غبي في الانجلش يقابلها في العربي فول فول و طعمية اللي احنا بنكله الصبح فول فانت ممكن تفتكر الكلمة دي عن طريق الكلمة دي اخر نصيحة يا جماعة والتحذير اللي قلتلكو عليه اياك ثم اياك ثم اياك تحفظ بالطريقة اياها اللي كنا ناخدها في المدرسة اللي هي الاستمر الكلمات فيها مئة كلمة كلهم ملومش علاقة ببعض كلهم كلمات منفردة ويقول لك التيتشر او المستر يقول لك احفظهم فبالتالي تحفظهم وتاني يوم تنسيهم وتاني يوم تنسيهم الطريقة دي يا جماعة عاف عليها الزمن الطريقة دي مكانها في الزبالة الطريقة دي محدش بيستخدمها ابدا اياك ثم اياك ثم اياك تحفظ بالطريقة دي وبكده يا جماعة نكون وصلنا هات حالة النهاردة اتمنى اكون ساعتكم على وجزء بسيط انكم تتعلموا ازاي تخزنوا الكلمات في الزكرة طويلة الامد وده هيخليك متعلم سريع جدا وده اللي هيخليك تنتقل من واحد بيعاني وبيعافر عشان نحفظ الكلمات لواحد بحصل معلومات كتير جدا وبينطلق بسرعة الصاروخ اخرا يا جماعة لو عقبك الفيديو لايك كومنت شير وشاره لأي حدي عنده مشكلة في حفظ الكلمات وي thank you for watching guys I'll see you in the next video